إذا كنت قد تمرنت وأمل أن تكون قد حفظت جداول الضرب سوف تكتشف الآن أنك مستعد لأن تقوم بحل أي مسألة متعلقة بالضرب أنت فقط عليك أن تفهم أو لكي أقولها بشكل أفضل لأن تفهم كيفية نظام الحل أنا لن أقوم فقط بتعليمك مبدأ الحل لكن أريد أن أريكم سبب نجاح هذا إذا لنبدأ مع مسألة ضرب والتي أفترض بأنك لا تعرف كيفية التعامل معها لنقل 16 ضرب 9 16 ضرب 9 وربما ستقول بأنك لم تقم بحفظ جدول الـ 16 لكن لا تقلق سوف أحل المسألة وسوف تستطيع أنت أيضا القيام بذلك ذلك لأننا سنقسمها إلى عدة مسائل بحيث تعرف أنت كيفية الحل طريقة حل المسألة أولا هي أن تضرب 9 في منزلة الأحد 9 ضرب 6 وأعتقد أنك تعرف ما هو الناتج سأكتب الناتج هنا 9 ضرب 6 يساوي 54 أنت تعرف الناتج من خلال جداول الضرب وكل ما عليك فعله هو كتابة 54 لكن ما قمت بعملي هنا وأنني كتبت 4 في منزلة الأحد فقط وسأقوم بوضع 5 في اليد وهذا هو بالضبط ما عليك فعله نحن أيضا نستخدم مصطلح في اليد دلالة على أننا سنجمع لكن ما معناه أن لدينا خمسة سنتعامل معها والآن سنحتفظ بها لأنه لا يوجد مصطلح آخر للتعبير عن ما نقوم به الآن نضرب 9 ضرب 1 9 ضرب 1 هذا سؤال مباشر 9 ضرب 1 يساوي 9 أي عدد نضربه بواحد يعطينا العدد نفسه لكن لدينا هذه الخمسة التي أحتفظ بها ونقول 9 ضرب 1 ونضيف الخمسة أي هذا زائد خمسة ما الناتج الذي حصلنا عليه؟ 9 ضرب 1 زائد خمسة 9 زائد خمسة يساوي 14 دعوني أكتب هذا هنا 14 وبهذا حصلنا على الناتج 16 ضرب 9 يساوي 144 وإذا لازلت تذكر جدول الـ 12 ستلاحظ أن هذا نفس ناتج 12 ضرب 12 ومجرد معرفة هذه المعلومات تمكننا من حل مسائل أصعب بقليل وربما تقول الآن أن هذه مجرد خطعة قمت بها لكن كيف نجح هذا؟ وعليك دائما أن تسأل هذا فلا يجب أن تتلقى المعلومات فقط ليس من الجيد أن تقوم بحفظ الطريقة وتقول بأنها تنجح وسأقوم بتوضيح ذلك من خلال كتابة الأعداد دعوني أقوم بهذا هنا لدينا 10 زائد 6 هذه 16 سأكتب 9 هنا والآن دعوني أقوم بعملية الضرب سأضع إشارة الضرب هنا أولا سأحسب 9 ضرب 6 وربما ستقول لي لي ما قمت بتقسيمه على هذا النحو؟ حسنا أردت فصل منزلة الأحد على منزلة العشرات الواحد الموجودة في العمود الثاني هي منزلة العشرات في الواقع أنها 10 10 زائد 6 ولهذا السبب قمت بكتابتهم هكذا لكن على أي حال سأقوم بحل المسألة بالضبط كما فعلت من قبل 9 ضرب 6 دعوني أكتب هذا في الأسفل 9 ضرب 6 يساوي 54 ولكن بدلا من أكتب 54 سأكتب 50 زائد 4 إذن 9 ضرب 6 يساوي 50 زائد 4 هذا عمود الآحد دعوني أضع خطا متقطعا هنا وهذا هو عمود الآحد وأستطيع أن أضع أربعة في الأسفل لكن أحتاج لفعل شيء مع الخمسين يجب وضعها في مكان ما والطريقة التي علمتكم إياها هو أن نضع الخمسين في الأعلى ولم يسبق لي أن وضعت الخمسين هنا في الأسفل وربما أنت تذكر الخمسين ستذهب إلى هذا العمود إذن نضعها هنا هذا ما فعلناه في العرض الأول سأكتب خمسة في العرض السابق لقد قمت بوضع خمسة هنا لأنها كانت في منزلة العشرات لكن الخمسة هنا تعني خمسين والواحد يعني عشرة لكن الآن سأكتبها خارجا حيث سترون أنها حقا خمسين وعشرة ومثل ما نقول ما هو حاصل تسعة ضرب عشرة تسعة ضرب عشرة لا شك أنك تتذكر هذا حيث أن أي عدد نضربه بعشرة يعطي العدد نفسه متبوعا بصفر مئة وأربعين الآن يمكننا كتابة مئة وأربعون على النوح هو مئة زائد أربعين وما سنفعله هو وضع أربعين في الأسفل هنا وثم نضع مئة في اليد لكن المئة لا يمكن تعامل معها يعني أنني سأكتبها في الأعلى هنا يمكن وضعها في الأعلى حسنا ستكتب مئة هنا في الأعلى هناك عدة أماكن يمكن وضع المئة بها لكن الشيء المهم أن نبقيها في العامود التالي الذي لم أرسمه بعد فنضع المئة فيه والسؤال الآن مئة زائد أربعين زائد أربعة ما هو ناتج مئة زائد أربعين زائد أربعة؟ إنه مئة وأربعون وأربعون أتمنى أن تجدوا تفسيرا معقولا لما نقوم به دعونا نحاول مع المزيد من المسائل لأني أعتقد أنها ستكسبكم المزيد من الخبرة لنجرب خمس وخمسون خمس وخمسون ضرب ثمانية خمس وخمسون ضرب ثمانية نفس النمط نبدأ مع الثمانية ثمانية ضرب خمسة دعوني أكتبها ثمانية ضرب خمسة يساوي أربعون نكتب الصفر في الأسفل وباليد أربعة ثمانية ضرب خمسة يساوي أربعين ثم نقوم بإضافة أربعة لها فيكون الناتج أربع وأربعون إذن أربعمائة وأربعون ويمكنك حلها باستخدام الطريقة التي قمت بها عندما سأقوم بتقسيمها إلى خمسين زائد خمسة ومن ثم ثم ثمانية لكن أعتقد أنه مع أمثلة أخرى سترى أن هذا سيكون بمثابة طبيعة ثانية لذا دعوني أقوم بحل مثال آخر سأقوم بهذا باللون الأحمر الفاتح سأقول ثمانين وسبعين ضرب سبعة ثمانية ضرب سبعة ثمانية ضرب سبعة يساوي ست وخمسون ثمانية ضرب ستة في الأسفل ونضع خمسة في الأعلى 7 ضرب 7 يساوي 49 لكن علينا أن نقوم بجمع الناتج مع الخمسة الموجودة في الآلة إذن ما هو ناتج 49 زائد 5 إنه 54 7 ضرب 7 يساوي 49 زائد 5 يساوي 54 إذن 546 استغرق هذا 10 دقائق ربما اعتقدت سابقا أنك لن تستطيع الضرب بـ 78 لكن كما رأيت فإن العملية مباشرة دعونا نحل المزيد من الأمثلة سأستمر بحل المسائل حتى نكتفي من تعب إجراء عمليات الضرب لنجرب 89 ضرب 3 89 ضرب 3 3 ضرب 9 3 ضرب 9 يساوي 27 نضع السبعة في منزلة الأحد والإثنان فوقه عند منزلة العشرات لأنها في الواقع 20 زائد 7 العشرتين تعادلان 20 زائد 7 يساوي 27 ثلاثة ضرب 8 يساوي 24 لكن أملك 2 في اليد سأقوم بإضافتها إلى الناتج فأحصل على 26 ثلاثة ضرب 8 24 زائد 2 26 إذن الناتج النهائي 267 سأقوم بحل مسألة أخرى لكي نتمرن أكثر علي أن أرفع هذا هذا سيجعل حل مريحا سأعمل على إراحتكم إذن لنحل 239 ضرب 6 إذن 239 ضرب 6 هذا العرض سيكون عن كيفية ضرب عدد من منزلتين بعدد من منزلة واحدة لكن أريد أن أوضح لكم أنكم تستطيعون ضرب أي عدد من المنازل بعدد من منزلة واحدة وهذا سيكون بنفس الطريقة ويمكنك تخمين كيفية القيام بهذا ما حاصل 6 ضرب 9 دعوني أكتبه هنا 6 ضرب 9 لقد تعلمنا هذا مسبقا 54 إذن سأكتب 4 في الأسفل والخمسة في منزلة العشرات لأنها في الواقع 50 هذا كاف الآن سنقوم بـ 6 ضرب 3 6 ضرب 3 يساوي 18 ولدينا الخمسة في اليد إذن علينا إضافتها مع الناتج 8 18 زائد 5 6 ضرب 3 يساوي 18 زائد 5 يساوي 23 للتوضيح لما نضرب 6 ضرب 3 أنا فقط إذا نضربتم إلى المسألة قمت بالواقع ضربها بـ 30 لقد وضعت 3 هنا في الواقع هذه 6 ضرب 30 زائد 50 لأن 39 في الحقيقة هي 3 في منزلة العشرات أي 30 بالرغم أننا قلنا 6 ضرب 3 يساوي 18 زائد 5 يساوي 23 في الواقع هذا العدد هو 230 لقد قمت بوضع 3 في منزلة العشرات ودعوني أستخدم لون آخر بدلا من التي استخدمت هنا في الأعلى هذا يساوي 23 يمكننا وضع 3 في منزلة العشرات ووضع 2 في الأعلى هنا انتهينا تقريبا فقط بقي عملية ضرب واحدة 6 ضرب 2 6 ضرب 2 هذا سهل يساوي 12 ولكني أملك 2 في اليد وعلي جمعها مع الناتج إذا زائد 2 ماذا يكون الناتج؟ هذا يساوي 12 زائد 2 يساوي 14 إذا سأكتب أربعة هنا وإذا تبقى لدي أعداد سأكتب الواحد هنا ولكن لم يبقى لدي شيء إذا سأكتب الواحد هنا إذا 239 ضرب 6 يساوي 1434 لنقوم بحل مثال آخر وأرد الآن المزيد من المساحة سأقوم بتصعيد الوضع الآن سننتقل إلى عدد بأربع منازل 7362 ضرب سأختار عدد صعب ضرب 9 9 ضرب 2 ولا أريد حل هذا في الجانب أعتقد أنك فهمت النمط 9 ضرب 2 9 ضرب 2 يساوي 18 ثم نقوم بإيجاد 9 ضرب 6 9 ضرب 6 يساوي 54 و54 زائد 1 يساوي 55 إذا 55 ما نتج 9 ضرب 3 9 ضرب 3 يساوي 27 ثم 27 زائد 5 يساوي 32 إذا 32 32 دعوني أودي الألوان 32 9 ضرب 7 يساوي 63 ولدينا باليد 3 9 ضرب 7 يساوي 63 زائد 3 يساوي 66 و60 نكتب 6 هنا ولا مجال لكتابة الستون هنا إذا نكتبها بالأسفل هنا إذا 7362 ضرب 9 يساوي 66258 أتمنى أن هذا كان شرحا مفيدا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر